اشتركوا في القناة من الصحف الإسرائيلية صحيفة يدعوت أحرنوت الصراع على التسوية بين التسهيلات القطاع هدية للإرهاب ومقربون لبرمن يردون ومن صحيفة إسرائيل هيوم إسرائيل ومحكمة الأهاي على منح المواجهة ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام إسرائيل تقدم احتجاجا شديدا لهجة للجنائية الدولية ضد قضاة ينظرون في الشكاوى الفلسطينية ضدها ومن الصحف العربية صحيفة الزمان العراقية الإعباد يصرح تركيا ستزود العراق بحصته المائية الكاملة وتتعهد بإعمار المناطق المتضررة مرحب مجددا بالزميل الإعلام علي واكد مرحبا بك مجددا علي صحيفتي دعوت أحرنوت وإسرائيل هيوم تناولتا قضية الخلاف حول قطاع غزة تهديئ نعم أم لا ولكن هذه المرة فيما يتعلق بالخلاف ما بين بينت وليبرمن بنت يقول بأن تسهيلات القطاع تعتبر هدية لحماس أما مقربوا ليبرمن يردون بشكل اتهام لبنت بأنه ربما لا يقوم بعمله الصحيح فيما يتعلق بمشاكل العنف في المدارس في إسرائيل ليس سرا أن هذه التهدئة تحرج اليمين الإسرائيلي اليمين الحاكم في إسرائيل لأن عمليات القصف الإسرائيلي إلى قطاع غزة لم تكن غير مألوفة وفي نهاية المطاف باقي الوضع على حاله في قطاع غزة وشعور لدى اليمين في إسرائيل أن حماس هي من تتحكم بزمام المبادرة هي تصعد حينما يناسبها ذلك وهي تهدئ حينما يناسبها ذلك ولكن لا ننس أنه في الخلف مهند ربما يوجد صراع على أصوات اليمين في ظل الأنباء ربما عن انتخابات مبكرة ليبرمن وبينت يتنفسان أيضا على نفس مخزون الناخبين في اليمين المتشدد والبعض ذكر ليبرمن أنه خلال حملاته الانتخابية تعهد أنه في حال وصوله إلى وزارة الأمن فسيقوم بتصفية قيادات حماسه على رأسهم إسماعيل أهنية وهو يسأل يوميا لبرمن من قبل منافسيه سواء في اليمين أو في اليسار عن تعهد الانتخاب هذا ولكن في نهاية المطاف الشعور في إسرائيل أن حماس نجحت بعد الجولة الأخيرة ترسيق فكرة أنه يجب أن يكون هناك تسهيلات حقيقية وشسرية لقطاعها خلصة بمعنى أن فكرة أنه لا يمكن أن تأخذ أي شيء من إسرائيل بالقوة تزعزعت وليس في ظل حكومة يصار محبة للسلام وإنما في ظل حكومة يمين معادية للفلسطينيين وتجعل من الخطاب الأمني والعسكري هو خطابها الأول يسرائيل أيوم علي أيضا تناولت هذا العنوان ولكن بتصريح بنت قالت خلاف القيادات لبرمن يقدم هدايا لحماس نعم هذا الهدايا المناكفة بين الوزيرين مستمرة ولكن في نهاية المطاف من يحسم هو رئيس الوزراء بن يمين نتناه استمعنا أن فكرة التهدئة بدأت تتبلور في لقاء سري له قبل شهرين مع الرئيس السيسي بمعنى أن الوزراء يمكن لهم أن يغنوا كل على ليله ولكن في نهاية المطاف رئيس الوزراء سيحسم باتجاه التهدئة على ما يبقى إلى صحيفة هارلس علي وفي عنوان رئيس المستشار القضائي للحكومة سيفحص إمكانية احتجاز ومساءلة ناشطي اليسار من قبل الشباك عند وصولهم إلى إسرائيل مستمرة هي المحاولات التي وصفت بأنها تسعى لتقويد اليسار في إسرائيل هذه الظاهرة التي تشبه دولا لا تتغنى بالديمقراطية أن تقوم وتسأل الزائر لإسرائيل عن موقفه من رئيس الوزراء يعني بيتر بينارت هذا الصحفي الأمريكي الشهير اليهودي الأصل تم إيقافه لثلاث ساعات هو مناصر لإسرائيل محب لإسرائيل لكنه يختلف جذريا مع حكومة إسرائيل أحرج هذا التوقيف أحرج بن يمينيتناه أحرج الحكومة في الرأي العام بشكل عام وخاصة في صفوف اليهود في الولايات المتحدة الذين يتبرعون لدولة إسرائيل لكنهم لا يشطرونها دائما نفس المواقف السياسية واتهمت الحكومة من أنها تتخذ بعض الإجراءات التي تتماشى وتناسب أكثر الدول البوليسية لذلك هناك ربما فحص لتخفيف هذه التحقيقات والاستجوابات مع نشطاء السلام ونشطاء اليسار في معابر ومطارات إسرائيل نعم نعود إلى صحيفة إسرائيل هايون في عنوان رئيس ومهم أيضا إسرائيل ومحكمة لهاي في طريقهم للاشتباك في عقاب قرار ماضي أيضا في تميوز أيليول الماضي الذي كان يتعلق بقضية الفلسطينيين والمظظومين والضحايا الفلسطينيين في هذا القرار الذي أثار استفزاز وحفيظة الجانب الإسرائيلي لا حدود للوقاحة هكذا تكتب صحيفة إسرائيل هايون ووقاحت الفلسطينيين من ناحيتها وأيضا وقاحت محكمة لهاي وأن المحكمة ستستند لشكاوي الفلسطينيين وبناء على ذلك ستقوم باستدعاء المتهمين الإسرائيليين هذا يثير غضب الجانب الإسرائيلي نتذكرنا كيف أن قادة أركان الجيش الإسرائيلي ووزراء تسيبي ليفني وغيرها كانوا مهددون بالاعتقال في بريطانيا ودولة أوروبية أخرى بناء على شكاوي تقدم بها الفلسطينيون يخشى الجانب الإسرائيلي أن تتجدد هذه الكرة ويتم تهديد الضباط الإسرائيليين والمسؤولين الإسرائيليين في مختلف أنحاء العالم ولكن باعتقادي مهند في نهاية المطاف ستتدخل الولايات المتحدة وستتم احتواء هذه الأزمة بين إسرائيل والمحكمة الدولية نعم نبقى في إسرائيل هيوم عادوا للصورة فتيات الإغراء التابعات لحركة حماس أيضا في الإنستجرام هذا ليس ببعيد علي أن أسابيع قليلة كانت فيها تلك الفتيات يعملنا في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سواء في فيسبوك أو مواقع أخرى وحتى من هنا من قام بتسريب معلومات لأعضاء فيواء خيادات في الجانب الإسرائيلي وفي الجيش الإسرائيلي وهذا مستمر المعركة تنتقل من الميدان إلى السايبر إلى عالم الإنترنت إلى الشبكة العنكبوتية وإلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسميع استمان عن تطبيق يقال أن خلفه تقف حركة حماس وجناحها العسكري يتعرف من خلاله جنود إسرائيليين على فتيات أو مجندات على شبان وفي حال تم تنزيل هذا التطبيق فإن هاتفك سيكون تحت رحمة ومراقبة من يقفون خلف هذا التطبيق هذا يشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يولي أهمية لما وصفه بالتطور لدى كتاب القسام فيما يتعلق بحرب السايبر ولكن مهند هناك أيضا بالجانب الإسرائيلي يشيدون بأن القبة الحديدية ربما أجهضت القذائف السلوخية رغم إخفاقاتها في التصعيد الأخير وأن الحاجز المائي سيكون حاجز أمام الأنفاق الآن ينتقل التحدي إلى صحيفة دعوت أهرنوت علي نعود مجددا وزارة الصحة تبحث إغلاق الأنهار للزائرين في الشمال يأتي هذا في أعقاب الأمراض البكترية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الشمال وخصوصا في هضبة الجنة المشارات المستجمين والمستحمين تم تحويلهم إلى المستشفيات ويخشى من عدوى هذه المرض وهذه ضربة قد تكون قاضية ولكنها قوية جدا بالنسبة للمنتجعات السياحية والكيبوتسات شمال إسرائيل وهذه هي أوج فترة السياحة في هذه المنطقة إذا ما تم إغلاق الأنهار وأماكن الاستجمام فإن الخسائر ستكون كبيرة بالإضافة إلى حالة الهلع نتيجة لما يتم تدوله حول هذه الأمراض لمن يستجم في هذه الأنهار نعم في صحيفة آلت سعلي إلى ربما عنوان يثير اهتمام مطالبات والمطالبين بأكثر حقوق للنساء والمرأة الرئيس يقلل من عقوبة امرأة بدوية قتلت رجلا تزوجها بالقوة نعم وقيل أنه اغتصبها وما إلى ذلك هناك تعاطف نسوي هناك كانت مطالبات من الجمعيات النسائية بتخفيف العنف بتخفيف العقاب عفوا العقوبة عن هذه الأمرأة البدوية وهي مواطنة عربية من إسرائيل وهذا الوضوع يثير كل قضية الزواج فرض الزواج على الفتيات خاصة على الفتيات العربيات في ظل استمرار موجة العنف التي توجه هذه النساء وقبل أيام قتلت مرأة عربية سابعة على يد شريكها أو زوجها منذ مطلع هذا العام إلى الصحف الفلسطينية في صحيفة الأيام وفي عنوان رئيس إسرائيل تقدم احتجاجا شديدا لهجة للجنائية الدولية ضد قضاة ينظرون في الشكاوى الفلسطينية ضدها أيضا صحيفة الأيام الفلسطينية تركز على هذه القضية المهمة يعني باعتقادي الجانب الفلسطيني يرفع صقف التوقعات لأنه حتى الآن ومنذ سنوات ينشط الجانب الفلسطيني في محكمة الجنات ولكن عدى إحراج مسؤول هنا أو هناك لم يصدر أي شيء ملموس عن محكمة الجنات لم نسمع عن مسؤول إسرائيلي سمي بمجرم حرب أو اعتقل أو ما إلى ذلك ولكن هذا يعني من باب القول لأرأي العام الفلسطيني أنه رغم الجمود في الوضع السياسي إلى أن السلطة الفلسطينية لا زالت تقارع الجانب الإسرائيلي في المحافل الدولية بقاء في الصحافة الفلسطينية في صحيفة الحياة مجلس الوزراء يرحب انعقاد المركزي لإفشال المؤمرات التي تستهدف وحدة التمثيل الفلسطيني يأتي هذا في إطار الاجتماع المرتقب والذي يعقد في هذه اللحظات أيضا للمجلس المركز الفلسطيني وهذا ما نفهمه العنوان هذا يعني يدل رغم الحديث عن أن السلطة الفلسطينية قد تكون جزء من اتصالات التهدئة أو التسوية في القاهرة إلا أن الجانب الفلسطيني يخشى أن تطغى قضية التهدئة على باقي المسارات لأن التهدئة ستصحبها امتيازات وتسهيلات وتخفيف على مستوى العنوين سيطبق ذلك لا ندري ولكن هذا ما تخشى السلطة الفلسطينية وحدة التمثيل بمعنى المرحلة الثانية من التسوية مفترض أن تكون المصالحة والمصالحة مفترض أن تحل مسألة التمثيل الفلسطيني ووحدة التمثيل الفلسطيني ولكن لذلك هناك شكوك لدى الجانب الفلسطيني من أن المرحلة الثانية ستطال وربما لن يصلها أحد وستكتفي الأطراف بالمرحلة الأولى التهدئة وما سيصحبها من تسهيلات للجانب الفلسطيني يعني رغم الحديث عن أن السلطة الفلسطينية جزء من هذه الاتصالات ووجود وفد حركة فتح في القاهرة إلا أن الشكوك لا زالت تخيم على الجانب الفلسطيني الرسمي من هذه العملية نعم إلى صحيفة الزمان العراقية في عنوان رئيس العباد يصرح تركيا ستزود العراق بحصته المائية الكاملة وتتعهد بإعمار المناطق المتضرعة يأتي هذا في إطار زيارة العباد لأنقرة ولقائه بالمسؤولين هناك هذه العلاقات الثنائية بين البلدين نعم هذا العنوان لفت انتباهي لأنه يأتي في صياق نوع من التوتر الأمريكي العراقي هناك توتر عراقي إيراني لأن إيران تتهم العراق بأن موقفها لم يكن بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بالعقوبات هذا من ناحية من ناحية أخرى الولايات المتحدة تتهم العراق بأن موقفها متذبذب من العقوبات على العراق والآن في أوج التوتر بين تركيا والولايات المتحدة يختار العبادي أن يتم هذه الزيارة ويظهر وكأن العلاقات بين العراق وتركيا على ما يرام نعم إلى صحيفة الرياض علي تركيا محبطة من صمت قطر أمام أزمة الليرا هذه الصحيفة تركز على هذه القضية إحدى وسائل الإعلام أو الصحف التركية هناك نوع من الإحباط من قبل قطر بأنها وقفت صامتة أمام هذه الهجمة الأمريكية التي وصفت ضد الاقتصاد التركي المحلي نعم تركيا وقفت مع قطر أمام إذا ما أردنا أن نقول ذلك أمام السعودية ولكن تركيا تتوقع من قطر اليوم أن تقف إلى جانبها أمام الولايات المتحدة بينما قطر محتاجة للولايات المتحدة في خلافها الخليجي لذلك ربما نفهم هذا الإحباط التركي ولكن خيارات قطر في هذا الشأن محدود قطر يعني رغم كل ما يقال هي طبق دولة صغيرة وأمنها الاستراتيجي متعلق كثيرا بالولايات المتحدة إلى صحيفة الراية علي حجاجنا ضحية الابتزاز السياسي هذا العنوان يتكرر في السنوات الأخيرة الماضية في عقاب كل اتهامات القطرية الموجهة للسعودية بالتمييز ضد الحجاج القطريين نعم الراية القطرية تقول أن السلطات السعودية حرمت الحجاج القطريين من زيارة بيت الله الحرام والسلطات السعودية قالت أنها على سعداد للتواصل مع المواطنين القطريين ليس عبر حكومتهم في نهاية المطاف مناسك الحج بالنسبة للحجاج القطريين ستكون مختلفة ومحدودة للغاية الأزمة الخليجية تأبأ تختفي مهند رغم جهود الوساطة وإذا ما شهدنا الإعلام الخليجي هناك في الأيام الأخيرة ذكر لحوادث تحدث في ورشات عمل متعلق على سبيل المثال في مونديال 2022 الذي ستصديفه قطر إلى صحيفة نيوك تايمز علي في النوان الأخير في آخر تسجيلاتها الصوتية لأموروسا ترامب يصفها بالكلبة وهنا في إشارة أيضا إلى السود نعم وهذه المستشارة السابقة لترامب قالت شيء أنه يستهزئ من أصحاب البشرة السوداء ويصفهم بنيجر نيجر يعني هي توحي بالعبد ترامب نفى ذلك قام ووصفها بالمجنونة والحمقاء وما إلى ذلك هي أظهرت تسجيلات قال لها ترامب فيها أنه متفاجئ من قرار فصلها من العمل وأنها كانت موظفة جيدة في الانتخابات النصفية التي تجري الآن للكونغرس بينما هناك أكثر من مرشح أسود في المناطق ربما قد يخدم هذا السجال بين ترامب وبين موظفته السوداء قد يخدم معارضي الحزب الجمهوري في بعض الولاد حيث ستجري الانتخابات ولكن داخل الحزب الجمهوري هناك اصطفاف حول الرئيس ترامب في عدد القضية ويعتقد أيضا بأنها تملك تسجيلات صوتية أخرى ستسبب إحراج بالنسبة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي واكد الإعلامي خبير شؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك شكرا لك في هذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة واليومية من برنامجكم العدد الأخير نشكر لكم حسن المشاهدة إلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله